نحن نكشف عنها أنه ستحدد من دخول الأجنب أبرس هذه القرارات يعني تحديد العمر لفئات معينة نعم يعني مثلا أنا سأقول لحضرتك أنه أكثر الأجانب الموجودين بالعراق المخالفين والباكستانين باكستانين أش بهم؟ هم الأكثر فئة موجودين بالعراق المخالفين باكستانين ويأتي وراءهم البنقلادش ويأتي وراءهم السوريين والأفغان والمصريين الأفغان نعم الأفغان هماتنا هي الفئات الموجودة المخالفة طيب با إحنا عدنا ألف علامة استفهام على الأفغاني بالتحديد من ضمن الأضرار اللي حجيت لك عنها أنا حجيت ثلاثة نقطة الرابعة هم قسم من ذول الأجانب اللي يجون هم من دول يعني عليها تأشيرات أمنية بس ما يوجد واحد يدخل العراق طيب كيف دخلوا هأولى؟ كيف دخلوا هأولى؟ الأفغانيين شون تواجدوا؟ لا يوجد واحد يدخل العراق إذا ما يكون مدقق أمنياً نحن عدنا بالنسبة كمسلم الأفغاني مدام مسلم من حق أن يجي يزور العراق يزور العتبات المقدسة ليس بسيارة العتبات المقدسة غيرها حتى السياحيين الأسعيين نعم ما عدنا فيتو ما عدنا فيتو على واحد أجنبي بالدخول الكل تدخل بس الكل تخضع تدقق أمنياً لكن العراقي ما يعامل بهذه الطريقة البسيطة يعني أحياناً إحنا أكدوا لنعاني حتى نحصل على فيزتهم لكن العراقي يمنح الفيزا لمنهب ودر يمنح للجميع دول عربية هسا هنا مثل مصر مصر إحنا معاناة يلا نحصل على فيزا المغرب معاناة يلا نحصل على فيزا بينما العراق يمنح هي العراق صدرة رحب